أعرب رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقة التعاون والشركة الممتدة بين مصر واليابان وخلال لقائه السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي أكد رئيس الهيئة حرصه على فتح أفاق جديدة للتعاون لتظل قناة السويس رقنا رئيسيا لدعم العلاقات المشتركة بين البلدين واسترد رئيس الهيئة تطورات ومستجدات العمل بالهيئة خلال الآوينة الأخيرة مضيفا أن القناة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق تطوير متكامل لهذا المرفق الحيوي بحلول عام 2023